في جريمة تعد الثانية خلال أقل من أسبوع تضاف إلى سلسلة الجرائم الحسية بحق مجمع إخوان ثابت الصناعي شنت الميليشية قصفا مكثفا أصاب بشكل مباشر مستودع تابع لمصنع الورق وأحرقته بشكل كامل المطاف الخاص بالمجمع ظلت تحاول إخماد الحريق الذين شبف المجمع جراء القصف لساعات طويلة الذي استخدمت فيه ميليشية الحوثي عشرات من قذائف المدفعية ما أدى إلى دمار واسع وخسائر مادية كبيرة تقدر بالمليارات خطوط الإنتاج في المصنع كانت قد تعطلت تماما في وقت سابق جراء القصف الهمجي والهستيري من قبل ميليشية الحوثي الأمر الذي ضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج لتعاود هذه المرة قصفها لمصنع الورق بقذيفة هون تسببت باشتعال النيران فيه وإحراق محتوياته القصف المدفعي بقذائف الهون ترافق مع قصف بالرشاشات على الأحياء السكنية في شارع صنعاء مخلفا المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين هذه الجريمة التي تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيات الحوثية بحق مصنع أخوان ثابت خلال الأشهر الماضية تأتي بعد أيام من تدميرها مصنع الألبان في إطار جرائمها بحق المدنيين والمنشآت الحيوية في الحديدة وخروقاتها المتصاعدة لنسف اتفاق السويد